وصل صوتك في وسائل العلم ليميت هذوم الحديث على مشروعك الجديد والمشروع المتوقع والمشروع المنتظر اللي عندك مدة وانت تحضر فيه والآن سيظهر سيظهر للنور ويظهر للعلن قريبا قبل ما نحكيه عليه بش نحكيه على مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل تقييمك للتأش والله أنا أولا أهني نقابيين وأهني تونس بنجاح هذا المؤتمر هو مؤتمر جاء في وقته في معاده واتسم بالتنافس الحر والديمقراطي فتشكل محطة لتعزيز التقاليد النقابية في تونس ابقى ما زلت ما طلعتش على اللوايح أعتقد بأن الجديد سيأتي بعد المؤتمر فيما أظن وجديد هو الدور اللي أنا شخصيا ننتظره من انتحاد الشور وأعتقد أن التوانسة العقلاء ينتظروه لأنه يلعب نفس الدور اللي لعبه في بناء الوفاق السياسي أو التوافق السياسي يلزم يلعب دور في بناء التوافق الاجتماعي تونس داخل على مراجعة الشركات العمومية رئيس الحكومة أعلن عن ذلك ولا بد من مراجعة واضحة مع النوي النهر داخل على مراجعة صندوق الاجتماعية داخل على إصلاح الإدارة وثم قضية الأجور ستبقى دائما مطروح مش ممكن أن الأسعار ترتفع والأجور ما توكبهاش ولكن هل سنبقى في نفس المطلبية أو سنأخذ بعيد لأتبار مصلحة المؤسسة التونسية اللي هي تخلق الثروة وتخلق المواطن العمل كيفاش نعمل ومش نحقولها التهدئة الاجتماعية لأنه دون سلم اجتماعية دون تهدئة اجتماعية وفيما يستثمار لابد من الأمن أولا وقبل كل شيء ثانيا لابد من الوفاق الاجتماعي فبالتالي المنتظر من اتحاد الشغل اللي خرج المعزز من هذا المؤتمر أن يبادر بفتح الحوار مع الحكومة ومش للحكومة فقط كافة الأطراف الاجتماعية أولا والسياسية زياد الخير ما فيهش دائما من أجل صياغ وفاق جديد يعطي تونسي الاستقرار بدون استقرار ننساو عودة النشاط الاقتصادي وخلق الثروة وخلق مواطن الشغل وأعتقد أن تونسي منذ ستة أو سبعة سنين وما ينتظروا في هذا الشيء كل المكتب الجديد بشي واصف في نفس سياسة المكتب القديم لأنه لم يتغير ساعة تسعة على الثلتاشة أنا أتمنى أن يقع تطوير هو ما عنيش ملوم على اتحاد الشغل اللي قام دوره في الدفاع على منظوريه وحافظ على القدرة الشرائية في ظرف سعيب برشا ولكن مش هذا مطلوب فقط من نقابة بهمية وحجم الاتحاد العام مطلوب من الاتحاد أن يوافق على التفويت في بعض المؤسسات العمومية لتعيش صعوبات اليغاية التنافسية مثلا شوف سمح ليسي نجيب مطلوب من الاتحاد أنه يوافق على تسريح خمسين ألف موظف من الوظيفة العمومية في 2017 إلى مية واربعين أو مية وخمسين ألف مية وخمسين ألف موظف حتى الألف وعشرين هل مطلوب منه هذا؟ مطلوب من الاتحاد أن يتسأل إذا ما بقيت دار لقمان على حالها في هذا ظرف فهل ستبقى قائمة أم ستنهار؟ يا هل ترى الشركات العمومية طارحة مش كل البلاد ولا مش طارحة كان مش طارحة مش لازم نحكيه فيه يا هل ترى صندوق الاجتماعية مع ما تشهدوا من عجز نجم تستمر على أنها توصل للمتقاعة جيرايتو كل خمسة وعشرين في الشر ممكن تغطية المصاريف متاع العلاج مش ممكن إذا كان ممكن فلواش مش نحكيه في الموضوع ولكن مش ممكن في هالي المواضيع هذه وأيضا في الأجور في الأجور لابد من الحفاظ وتطوير القدرة الشرائية والإنتاجية تجيها مش مسؤولية الشغالين فقط هي مسؤولية رجال الأعمال فما دور للتكنولوجيا ودور للرأس المال البشري فبالتالي إلى الاتحاد اللي عم تنسي الشغل اللي أسو فرحات حشاد اللي يحط الشعب والوطن فوق كل الاعتبار إذا هو ما يحطش الدفاع على منظوريه على الشغالين في إطار تصور يعطي لتونس الاستقرار الاجتماعي ويفتح لها طريق تقدم فيكون شيء مؤسب أول مرأة في المكتب التنفيذي ولا هي ثاني مرأة نقوله ما أول مرأة بعد الاستقلال في المكتب التنفيذي هل هو كيفي؟ والله أنا جاي في الراديو ونسمع فيكم وعملت حساب هو إنساء في سوق يعني اليد العام للناشطة إنساء ما فهم كان حوالي أربع أقصى شيء ما فهمش أربع هما ناشطين والرجال تقريبا النص ناشطين اللي هما في عمر العمل فأنا مفهمش عليش ما يعملوش كتاء على الأقل يعطي للمرأة نسبة مشاركتها في الانتاج فمثلا أن يكون أربع المكتب التنفيذي أو أحسن في الأرقام 45 في الناس من المنخرطين نساء بالاتحاد هذا خير على خير عاديو اللي عندهم الحق في 45 في المياه وبالتالي أنا سمعت سيزياد كريشان اللي نحييه ورجع له تحية لأنه كثيرا ما يذكرني بالخير بارك الله فيه قال بأن الخطوة هذه يعني بطيئة مش محايد معك في اتجاه بطيئة لا هو محايد محايد هو أنه ما يحاول كل موضوع أيوه سعب المهم الخطوة بطيئة في اتجاه التنصف أنا متأكد أن المؤتمر الجاي بيش يتجاوز بكثير الأهداف المرسومة الآن وأهني الأهداف المرسومة هي زوجة لنساء في المؤتمر الجاي والرحم على زوجها لا يا رحمه عبد الرزاق أعتقد أنه هذا تكريم للمرأة وتكريم للمرحوم عبد الرزاق الهمامي حكيوا على ما أعلن عنه هو تأسيس حركة سياسية جديدة سماها بالحركة الديمقراطية ويبدو أنه الوثيقة التأسيسية أو الموجهات على الأقل منتع الحركة هذه أصبحت متوفرة وعنه وصلتنا نسخة منها بالفرنسي منتع العربي مزيد مخلص للمانيفست لن نقرأها ما تحكين عليها سيدة أحمد نجيب الشيبي بعد شوية ولكن هل يوم تونس في حاجة إلى حنوت إذا فيه هو هذا سؤال كان على حنوت إضافة تونس ليست في حاجة إلى حنوت بل هي في حاجة إلى تسكير الحوالي التي أرهقها وتعبها لكن لازم برافو سامحني خاني يقفو أنا هي الحوالي لازم أنتذكر لا لا نتكلموا في المزاج قلت لي هل ترى هي في حاجة إلى حنوت إحنا ما لنش نتكلموا على حنوت وإنما من باب مصيرت التشميل لا أنا جدي لا نقول أنا الأحزاب السياسية الكل بدون استثناء أرهقت المجتمع التونسي الآن فما النفور وأزمة ثقة في السياسة وفي السياسيين وفي الأحزاب السياسية وانت منهم وأنت منهم الله أتمنى أن أكون مستثنى منهم لأني لم أتحمل مسؤولية الحكم من ناحية ومن ناحية أخرى ما حديش في مساري مؤخذات على ضرر قمت به لأي طرف كان إلى ضرر ضرر نفسي حسب ما يقال أني ضرر نفسي وأنا متأكد أني أكرمت نفسي على كل حال أنا في باري تونس مش في حاجة إرحنوت لكن نحب أن نكون صريحة مع التونس نقول أراه إذا اخترنا الديمقراطية والآن نحن في صلب الديمقراطية والديكتاتورية متنجمش تكون اختيار وحاجة يمكن لقدر الله إلى فشلة المسيرة الديمقراطية تهبط علينا ومتخلينا حتى خياء أنت تقرأ في السلطة على ترأي تبع أنا أعرفك تبع تبع سلطة على ترأي تقول عند التونسا وخير أني نعيش لباس أكثر من 40% يقولوا نخير أني نعيش لباس أما تحت دكتاتورية معناه دكتاتورية إذا كان توفي لي نعيش مرتاح ومدين لباس وأمني نمريجل ونمشي كما نحب ونتحرك في الليل كما نحب وكذا ما رحب به ووقت اللي كانوا تحت الدكتاتورية انتفذوا وما انتفذوش لأسباب سياسية في الأصل انتفذوا لأسباب اجتماعية واقتصادية ما كانوش قابلين الوضعية اللي كانوا فيها كانت الجهاد ولا زالت والشباب كانوا ولا زالوا مقصيين ومهمشين فبالتالي احنا في هالمرحة الانتقالية زادت سائط أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية مش بسبب الديمقراطية وانما بيفشل الزعمات السياسية والقيادات السياسية الحكومات اللي تعاقبت على رأس تونس منذ الثورة الى حد الان لم تبدي اي مقدرة على ادارة الشأن العام فبالتالي انا نقول للتوانس ونحب نشير احنا عايشين في العالم والتالي في زادتوى تفرج على اللي تحب فيها امريكا في اليابان في فرنسا فرنسا قريبة لنا جغرافيا ولغتها نفهموها الان ملايين شاركوا اربع مليون واكثر في في التصفية بتاع الحزب اليميني او اليمين الفرنساوي الاختيار مرشح مليون وستمئة في الاحزاب بالنسبة لليسع نسبة طيقة الفرنسيس في الاحزاب قداش خمسة في المئة فقط لكن الفرنسيس مضطرين بيش يختاروا مرشحهم والناس اللي بيش ينوبوهم في البرلمان والاحزاب السياسية في جميع الديمقراطية هي آلية ضرورية فبالتالي النجم يكون لنا ردة فاعلة على الموجود لكن ما يلزمناش بشنو رفضه المنشود والمنشود هو شنو؟ هو شي يرجع للسياسة النبلة متاحة السياسة اولا هي عطاء وليست اخذ السياسة الحقيقية اللي عشناها فيه حتى في بلادنا وقت اللي كانت الحركة التحرورية الوطنية وكان عمل سياسي وكان الفداء هو العنوان متاع المرحلة احنا الحمد لله مناش في صراع ضد اجنبي لكن الى كان الانسان كنا تحت الدكتاتورية والسياسة كانت عطاء ولا تكون اخذ اللي حاب ياخذ مي يلتحق باليضاء كل الاحزاب اليوم السياسية اللي في الحكم ولي في المعارضة اليوم داخلة من اجل الاخذ وليس العطاء خطر الصورة اللي صورتها انو الاخرين لكلهم خايبين ونحن جيزا بشنا تيكم الحاجة البيان لا 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 انا نخلي المستمع هو اللي يحكم انا قلت رجعوا للسياسة النبل المتاح ونبل هو اولا السياسي يلزم يعطي وثالثا يكون في خدمة الصالح العام وليس في خدمة اي شي على حساب الصالح العام كلام عام يا هل ترى ها شيء كلام عام خلينا نسقطوها على الواقع ايه أنا بجيوة كلام عام لكن انا نسألك شنو هو سبب نفور التونسيين من السياسة اليوم نسألك شنو هو سبب نفور الفرنسيين من السياسة في فرنس خلينا من تونس انتي عملت مقارنة بفرنسة اللي انتبعوا فيها وفي انتخابات توديخة انتخابات رئاسية في 2017 قريبا في شهر مايه وفي انتخابات وصرقة متاع فلوس ونسألك نتبعوا فيه ناس مترشحين للرئاسة ويخلي السياسيين في والشعب الفرنسي يزيد يبعد على السياسيين برغم ذاك يمشي وينتخب ومزال يحكي على المرشحين متاعه وكذا وسألها لنتهتم وكذا نحن في نفس الوضعية عادي معناها ولينا نقولوا رأي عادي كنشوف الانتخابات الامريكية كنشوف الانتخابات الامريكية تقريبا نفس التصوير لا 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 بعد يسر وقت اللي يتبع مثلا الحوار بين المتنافسين في اليسار على من سيمثله راقي جدا تلقى روحك تحلق في فضاءات عالية جدا حول دور الثورة الرقمية في التنقيس من العمل وكيف يمكن توزيع الثروة تحكي على دبال خرين يا مانوفالس مثلا اللي هو راقي ساعتين وشخصيا تبعته بأكمله لكن مش هو بارك وحتى نقاش في صلب اليمين حتى نقاش بين كلينتون وترامب ولو هبط ساعات تحت الحزان لكن نقعد دائما في مستوى عالي أنا أظن أنه البرفي الكمال لله ما فماش حالة مثلة لكن يلزم الرجع ثقة توانسة في العمل السياسي باش بنظافة اليد والمجموعة متشكلة الآن وهي محدودة العدد وتنوي التوسع على قاعدة المصدقية والثيقة وثانيا مقترحات عملية ما تخدمش مصلحة هذا الحزب أو ذاك إنما شنو اجتهادنا بش تونس تخرج من الأزمة والوضعية اللي فيها الآن أنت جيت أعملت عن كونستافي بزوز نقاط كبار أنه اليوم نحن في عايشين كأحزاب سياسية وكمسؤولين سياسيين وكشخصيات سياسية اليوم ينقصنا أنه يكون عنا هذا معناها هل قلت سميت ونتي النبل في ممارسة في ممارسة السياسي دونك مسألة أخلاقية مهمة ياسر باي وجانب آخر هو أنه اليوم هذه الدولة الكل بتعاقب حكومتها هي دون رؤية باي هذا هو وبالتالي مطلوب من حزب سياسي يكون في مستوى انتظار التونسة أنه ما يتولد إلا بورقة بخارط طريق في يده بشتونس اليوم مش بعد عشر سنين تخرج من الأزمة اللي هي فيها كمعنا سيدة أحمد الجيب شابي نحكي على المشروع الجديد وهو الحركة الديمقراطية نحكي عليها أكثر بتفاصيل أكثر بعد شوية ونجعلها بعد قليل ولكن السؤال هو اليوم قلت حانوت إضافي باي مطلوب أن نسكره هوين أنت موجود لا 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 خليت نفسه ليسكر ويحل تعتقدوا أنك أنت الرجل الوحيد النبيل الوحيد الرجل الوحيد اللي عنده رؤية سياسية واضحة والدليل أنه اليوم واحدك موجود في هذا الحزب ونعرف أنك تصلت بعدد أسماء وتونجي وحتم بعد التفاصيل والمشكلة الأزمة مش كان عندك انتبارك راوليوم منظر زنيدي يعتقد أنه هو أيضا الرجل الوحيد اللي نجم يكون زعيم محسن مرزوق مهدي جمعة وعدت ممكن يتول الذكر الأسماء هذه أزمة عامة وذولي أنت يطرف فيه ولا جزء منه يعني ما نظنش اللي عندي جنون العظمة اللي نسبتولي باش نعتقد نفسي بأني كذا وكذا الوحيد في البلاد الحمد لله الخيرين حقيقة كثار في البلاد الناس المستقيمين اللي ديهم انضيفة اللي عندهم فكر اللي عندهم مقدرة برشي الحمد لله تونس ولادة الآن الموضوع السياسي هو حاشتي أولا احنا متفقين على أنه فما أزمة وفراغ في الساحة السياسية وفما أزمة عرض سياسي جاد فما طريقتين إما أن كلمك هذا سمحني أنا يتأكدوا كل عمليات كل سبر أراء يجي قول لكلام هذا في حتى نقاش مرة ساركوزي طلب سبر أراء تكلف له برشة فلوس كيف جابوا النتائج هو النتائج اللي كان يعرفها حسيا يعني يوم بيريك ما فقالهم توسى برسى فبالتالي برك الله فيك لتطول السبر يأكد الشي اللي نعيشوه ونلمسوه كل يوم إذن فما فراغ فما نقص في عرض سياسي جدي على جميع المستويات على جميع المستويات وبالتالي الناس اللي تقرأ في نفسها المقدرة على تقديم عرض سياسي جدي وتقعد مستنكفى يظهر لي ما تقول مش بوجبها الوطن هذا فقط لدفعني أنا وعدد من الأصدقاء بيش نعملوا مبادرة تو نرجعهم نفسروها متأنية ما هيش مهرلة وما هيش فرقة نركب عليها بيش نرجع للحياة السياسية ليست هذه رغبتي إذن ضرورة تقديم عرض سياسي وتوحيد الناس النخب وتوحيد المواطنين حول هذا العرض السياسي وأن تحملوا ناس مش بركة أكفاء نضاف أعتقد أني منهم شبيك وحدك لا لا استنى هني جعيك بدأي موضوع ثاني الموضوع اللي أنت تطرح فيه أنا حاولت سعيد لي وهو التكتل سياسي واسع جامع لكل الناس اللي ذكرتهم ولي ما ذكرتهم واتصلت بيهم على مدة الأشهر فما الناس عند يعني الاستعدادات اليوم للتجمع ضعيفة جدا ضعيفة جدا حتى المبادرة متى سيمو حسن المرزوق اللي المفروض تثير تفاعلات في الحقيقة ما أثارت حتى تفاعل إيجابي توجه إذن هذا الموضوع اتصلت أنت بسيمو حسن المرزوق وقالك لو أحنا منفتحين ولتعبير على الثقة فيك وأنه معنى أعتاوك المسؤولية بيش تتصل بالناس كل لأنك الرجل ممكن عندهم فيك الأثيقة ولكن ما توصلتش إلى نتائش لا 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 ما كالفوني بحتى مهمة أنا التقيت بسي محسن والتقيت بسي رضا بالحاج مرتين كل واحد وحكيت معهم في مشروحهم ومن الناحية النظرية والمبدئية ما عنديش تحافظ عليه لأنه فكرة نحملها في نفسي عجمكش في هذا المشروع أيوة لأني أعتقد بأن شروطه غير متوفر لو ينطلق بالتركيبة متاعه الحالية سينظر إليه بأنه جزء من العائلة التي المفروض أن يجمحها ضد جزء آخر وبالتالي لا يحدث أي تعبئة إيجابية حوله وبالتالي لواش واحد يحسقوا في حاجة انتلاقتها ناقصة لا أكثر لأقل فبالتالي العمل على إنضاج هذا الشيء مطروح مواصلته يعني مش المبادرة هذه ضرورة التكتل السياسي للديمقراطيين وخاصة مع استحقاقات الانتخابات البلدية إلا كان يحبوا يحافظوا على الديمقراطية يعطيوها نفس جديد الديمقراطية هي شنية هي التعدد الديمقراطية هي التوازن الديمقراطية هي التنافس أما كانش تولي شكل من الأشكال الهيمنا الهيمنا مش لازم تجيب العنف تجيب بالسلم وتجيب القانون لكن الهيمنا الهيمنا والديمقراطية حاجة أخرى فبالتالي هذا ضروري لكن في انتظار أن تتوفر شروط مثل هذا العمل الهام هل تقعد تتفرش سمحت سياحف ناجيب الشابي واليوم عنا فراغ سياسي حقيقي عنا انخرام توازن حقيقي في البلد واضح وصريح انت تقول أنه هذا مثلا ما يسمي بجبهة الانقاذ ونين هي تكتل طرف من نفس العائلة ضد طرف آخر من نفس العائلة ينظر إليها وواقعيا كذلك في النقاش معهم يقولوا منفتحين حتى على سحاف القيد لكن في الواقع ما هوش معهم وبالتالي معناها الآن ينظر إليها كشق ضد شق هل المطلوب اليوم هو مبادرة سياسية بن أحمد نجيب شابي لتجميع كل هؤلاء المختلفين أو تأسيس حزب إضافة مطلوب الزوس هذا السعي التجميعي قمت به بيدافع مني مش بتكريف من أي إن كان لأنني أمن به ولكن لاحظت بأن الاستعدادات ضعيفة وأن البلاد من نجموش نقعدوا ساكتي مثلا الآن خلينا تكلموا على وضع التوانس يا هل ترى الحكومة الحالي لآن نمنحها تأييد نقدي يا هل ترى تبدي لنا أنها هزتنا لطريق ما نجموش ننقضوا الطريق لأنه مش موجود هذه الحقيقة هل يمكن بش نقعد وندوروا حاول نفسنا وإحنا نتفرش أحنا نحب ندخلوا بمقترحات الآن قلتها ونعودها يا حكوم أرى نحبك تنجح يهديك أعطي البلاد هدف سميه كيف ما ترى تسميته أرى وفهم أشياء ما عادش تنجم تستنى أرى وإصلاح التعليم اللي تكلم عليه سي جلول أرى وضروري جدا يلزم نخرجوه من دائرة التجاذب العقيم إلى دائرة التفكير الجماعي بش ننهضوا بأنفسنا أرانا في آخر قائمة الأمم من حيث العلم أرى الصناعة والتطور الآن معادش يقوم كان على العلم معادش فمشي تصناع دون الثورة الرقمية والعلم فبالتالي النهوض بهذا النهوض بالصناعة بالصناعة صناعة 80% من صديراتنا لكن ما عندهش مستقبل لأنها صناعة تركيبية بينما يلزم أن تقوم على التشجيد والتطوير والعلم كيف يلزم الحكومة موش تخلق المناخات بشيجي كيشتاء الاستثمار لا يلزمها تدفع في مجالات معينة وتعمل فما خطط موجودة في الإدارة التونسية كان فما خطة 2008-2016 عليها الإغبار ننفذوها ونحينوها ونتقدمو به فما التنمية التنمية وخاصة في الجهات لكن التنمية البشرية بشكل عام هو استثمار ضروري للنهوض الاقتصادي هاي ثلاثة أولويات هذية ممكن نعطيه لنفسنا هدف على عشرة سنين لكن كيقولوا عشرة سنين رو موش بش نوصلوا بعد عشرة سنين كل عام نعملوا خطوة بعد ثلاثة سنين نرقوا الواحدة كيبنوخوز والتالي عملنا خطوات لا بأس بها وبعد خمسة سنين نرقوا عملنا اشتر أو أكتر مشتر فهذا اللي مطلوب من الحكومة واحنا إلا بش ندخل في الحياة السياسية فلتقديم مقترحات عملية حول هذه المسائل والمسائل الأخرى كما السلم الاجتماعية خارج إطار السلم الاجتماعية هذا كله تخلوض ما يصير ما يجيك حتى مستثمر ولا بد من تعزيز الأمن عندك زود شروط الأمن والسلم الاجتماعية وعندك من ناحية أخرى من ناحية أخرى عندك قتعات أولوية إلا كان ما يقعش التعبئة فيها والنهوض بها وربطها بعضها وأعطى مشروع لتونس نسميه شخصيا أنا وأصدقائي في هالمبادر هذا تونس الامتياز أحنا قادرين على الامتياز تاريخنا يأكد ذلك مستوانا العلمي انفتاحنا على العالم كل المقومات متاع النهوض عنه فهذه السياسة نبيلة هذه مش عركة زيد مع فلان على الندرشنية على البقعة الفلانية على كذا ماذا مش سياسة هذه يعني روز صراع تو مثلا بين أمو وسمحوني توانسن نذكر في أمثلة إيجابية وبين سيفالس مش بالعكس في غاية الاحترام والمواد بناتهم كل شي وإنما خلافات جدية أرضوها على الفرنسيس مثل الفرنسيس يختاروا مصيرهم في الخمسة سنين الجاية هذا المعنى النبي للسياسة كمعنا سيدة أحمد الجبشي بضيفنا في ميديشو حركة ديمقراطية وقتش أيوة هي خطوات متأنية مش بطيئة ومش مهرولة أحنا اليوم اليوم نهرجمع نحطه على الانترنت الوثيقة التأسيسية اللي سميناها المثاق هي من ست صفحات باللغة العربية وباللغة الفرنسوية العربية أكثر بشوية ست صفحات وربع فيها جملة القيم والمبادئ والأهداف اللي تجمعنا واللي عندها ارتباط بواقع تونس اليوم هذا نعتبره غير كافي بش نضيفوله ورقة فيها الأولويات البرنامجية تؤهل للشيء اللي كنتم تقول فيه يكون مكتوب ومدقق ومقترح على الحكومة وعلى المجتمع كطريق للانتهاجه حتى تونس تستعيد عافيتها هذا بش نطرحوه في النقاش بالطريقة التشاركية خلال التواصل الاجتماعي والاجتماعات واللقاءات بالناس في تونس وفي الجهاد وقت اللي نوصل إلى عدد من كافي من الكفاءات اللي تتسم بالمصدقية وبالجدية وبالتصميم على خدمة تونس ننتقل وقتها إلى تأسيس حزب سياسي جديد ساميوه الحركة الديمقراطية هكا الحزب هذكا بش ينخرط مع الناس في كل الاستحقاقات وحاجة برك نضيفها رأنا مناش داخين بنية فسق وعود من جديد بش نقصيو الناس الموجودة بالعكس سنتفاعل إيجابيا مع كل الأطراف الموجودة المبادرة شبيهة بمبادرة تلباجي قاعدة سبسي في 2012 شخص لو كان تكون كيفها من حيث الفاعلية علاش خاطر مبادرة تلباجي جات في ظرفية في هزوز أشياء تنقصنا اليوم أولا المد الشعبي اللي كان موجود الحيوية في المجتمع المدني الآن عنا إحباط وانكفاء على النفس دورك كسياسي بشترجعه طبعا وإزمة ثقة لكن بين أنك تجي في ظرفية مزنهرة وتجي في ظرفية كعسحة كالحة مش كيف كيف يعني لكن العمل لازم يصير والحاجة الثانية سلباجي وقت اللي جاب في جامفي وعمل نداء متاعه كان في أكتوبر المفروض بيصير التغيير بالطرق السلمية بينما إحنا بيننا وبين التغيير بالطرق السلمية ثلاث سنين وثلاث سنين في بلاد تعرف عدم استقرار كبيرة برشا مش كيف ما في بلاد مستقرفة جاي في 2012 شو عليقته بأكتوبر والامتخابات كان المفروض في أكتوبر بعد عام وبعد عام ما صارتش قد صراع عليها أنها تصير حتى لين صارت فبالتالي كان عنده أفق تغيير الآن هالشرط هدايا أيضا معدوم ثم ثقة الناس في الرجل أيضا هديك أنا قد تكزوز عناصر حاسمة هو الكاريزما متاع سلباجي استثنائية لكن معنا يعني ومش نبني على نقطة الثقة على نقطة الثقة أنت تصلت بعدد شخصيات والبعض رفض أو البعض يقول مش وقته أنه اليوم نقرر وين باش نكون اليوم مش وقته فمسأل ثقة أخرى وهي مفصلية في حياتنا السياسية وفي تموقع الشخصيات السياسية خنقول من الصف الأول البارزة اليوم بعضها محروق لدى الرأي العام بعضها مازال عنده ما يقول مع الرأي العام ونسبة ثقة فيه ما زالت مرتفعة ما نحكيش عن نواية التصويت نحكي عن نسبة ثقة ولكن الثقة بينت بعضكم غايبة يعني خنقولك عليش وهذا واقع ما في حتى كلكم تعتقدوا من كلكم وخليها في صيغة الجمع باش منستثني حتى حد بدرجة متفاوتة تعتقدوا أنه أهم منصب هو رئاسة الجمهورية الكورسة في كل واحد في مخه شكون باش يمشي رئاسة الجمهورية دونك كلكم مطالبين اليوم بتقديم تطمينات لبعضكم باش تنجم هالمشاريع هذية هالبلاسة المعابية اللي تمثل الفارغة تمثل خمسين في المية متوانسة اللي ما عندهم مش بديل سياسي يرأوا اليوم أنه تصحر سياسي ما عاش عندهم ثقة في أغلبية الموجودين اليوم يخموا فيكم مع بعضكم مع كامل محبتي واحترامي ليك سؤالك مغلوط متواضل صح رئاسة الجمهورية هو ريهان عام 2019 سواء ترشح من جديد سيلباجي أو ما ترشحش سيكون ريهان مطلوب من التوانسة أن يختاروا أشخص ومشتلاف أشخاص اللي يحطوه فيه فبالتالي أولا الإقرار بهذه الضرورة هو اللي ما يقرش بها ستداهمه اثنين اللي ناقص التوانسة هو أنهم يعتبروا أولا أن الزعامة في كل أشكال الحياة عند الحيوان عند البشر الكل لا بد من قيادة ولا بد من رأس أن يسلموا بهذه الضرورة ثانيا أنه ثالثا ثانيا هذه الأولى ثانيا أنه يعتبروا بأن الطموح إليها مشروعة ولا ينكروا واحد على الآخر أنا مذبية لو كانتوانسة يعطيوا أهمية شوية للحياة السياسية في البلدان الديمقراطية على خاطر حياتنا السياسية شوية ضعيفة فبالتالي أنه في الحزب الاشتراكي سبعة يطمحوا بشهومة لمثل الحزب الاشتراكي للرئاسة الجمهورية رأوا مشروع أنه في اليمين ثمانية رأوا مشروع أنه في الحزب الجمهوري الأمريكي رأوا ثمانية تنافس وقبل ما يجيب ترامب مشروع أنه هيلاري كانت زادت تنافس مع عدد من الديمقراطية رأوا مشروع نعم إذن ضرورة أنه هذه الريادة والقيادة أن تتوفر وثانيا أن الطموح إليها مشروع وثالثا أنه رأوا مش واحد يعتبر من رأسه تقرع أنه يلزم تشريك الناس بطرق الديمقراطية والشفافة كما يجري في البلدان المتقدمة لاختيار ذلك المنصب كان هالثلاثة حوائز ما دخلوش المخنا أحنا بش نقعد مخشكون سياسيين مخنا السياسيين والمواطنين أوه يهر والها ويحب السياسي الكرسي ما هذه مش ثقافة سياسية هذه مش ثقافة سياسية ثقافة سياسية الديمقراطية تقوم على التنافس خصومك رأوا خصومك وجولك هذه الاتهامات ده بروسهم خصومي والشعب صدقة نتكلم للتوانسة مش الخصومي رأوا موقت لي غالط وليس الثقافة حزبية عصرية موقت لي غالط وليه واضح وصريح تتصور أنت لمهدي جمعة مثلا ولا محسن مرزوق ولا غيره اللي هما عندهم طموحات لرئاسة الجمهورية وهذا واضح وصريح ولن يقاش فيه صحاب الهناء حتى كان هم يقولوا غالط مش حيح أول شي تعتبر أنه هذا شرعي للي ما قلت شرعي ياسي نجيب أنا ما قلت شاي أن تعمل في السياسة بيش تخلط طوحكم هذا ما فيه حتى سينات بطلها شد الداء شد الداء أنا حكيت على مسألة الثقة بينتكم اليوم إيجا نتفق نتفق هذه مسألة الرئاسة كيف سنحسمها مستقبلا وإيجا نخدمه على هذا المشروع روفيما بريمير غدوة إيجا نتفق على بريمير لو اتفقتوا روفيما بريمير أو جاء سيح من نجيب شابي قال أنا غير مهتم برياس الجمهورية أنا مهتم برياس الحكومة مثلا لو يصير تقسيم الأدوار بيش الناس تعطي ثقة في بعضها هذا سؤالي كانرا هذا كلامك صحيح مش كلامك كله غال لا هذا صحيح أنه ما فماش طريقة لحل هذه المنافسة المشروعة حول الزعامة خلينا نسميه هكذا واضح ما فيه حتى نقاش ويزن فم زعامة إلا بهذه الطرق الشفافة أنه يجمعهم فيما بينهم دي بريمير يا سيدي خلي للوقت أنه ينضج الاقتناع بهذه الفكرة ورون ما فماش عدوات رون ما احترام وفم حقيقة مودة بين كل هذه المكونات لكن مع كل أسف هالفكرة لم تنضج بعد أنهم يسلموا لبعضهم بمشروعية الطموع وأنهم يتنافسوا عليه ويشركوا الناس أوسع الناس وتحط أليات لتنافس مثلا الاشتراكين مش أعضاء الحزب الاشتراكين هما 300 ألف جاءوا مليون وستمئة من الفرنسيس أربعة ملايين ونص من اليمين مشاولهم هم مش أعضاء في الحزب اليمين فبالتالي فم آليات عصرية ندخلوها كما دخلنا الآليات الديمقراطية نتطوروا البناء الديمقراطي وهذا هو المطلوب إذن لكن بشتوانسا مضيعوش في هالصراع حول الزعمات رو مش هذه المشكلة الوحيدة وحتى في التعبير حد ما يعبر عليها كما أنت تعبر عليها بهذا الوضوح رو أيضا فم التقديرات مختلفة ولابد من أنزاجها أحمد أجيب الشابي وقلت هذه الحركة الحركة الديمقراطية مناش مستعجلين في عقلنا كذا قال رشد غنوشي هناك حزب جديد قد يتشكل يخلو في نيدة تونس قالوا كلام نهار 7 نومبر في القدس العربي وقال لن ينزح إذا بنية على مضادة حركة النخطة قال استنساخ الأحزاب يضعف العمالية السياسية فيما يتعلق بإمكانية رأس أحمد أجيب الشابي الحزب الجديد اعتبر أنه لا مستقبل لتونس إلا بالتوافق والأستاذ أحمد أجيب الشابي لم يبرهن على انخيراته ودعمه لهذا التوافق بل صرح أحيانا بما يفهموا منه دعوة يفهموا منه دعوة لإقصاء حركة النهار قال استنساح بعتيق جديد جديد ذلك البارح أحمد أجيب الشابي سياسي فشل خسر كل الصراعات السياسية التي دخلها وكل التوقعات التي ذهب إليها فشلت فشلا ذريعا وعليه أن يغير سياساته ومشاريعه بيه أنت كانك تحب أن يدخل إلى فرونت الماء فوليميك مع حركة النهضة الكلام هذا يدل على أن حركة النهضة ما تعتبر إنسان سياسي إلا إلا كان يخدم مصالح وهذا أبعد ما يكون عند الديمقراطية هو ليس شأنه سي سي راحل الغنوشي بيش يعين شكونة اللي بيش يتزعم أو بيش يبني هذا الحزب اللي بيش تنفس معه أنا شوف شو نقول وقت اللي كانت السؤال هل يلجب الإبقاء على النهضوين في السجن أو إخراجهم من السجن وعطاهم حقوقهم كاملة ما ثم واحد القاوة يدافع على هذا الحق قديانا وأنا من يطالب لا شكر ولا شيء آخر أما الكلام على أنه إقصائي ولكن يكون تقرى فيه خاص إذا كل الصلاعات سياسية ادخلها وكل تواقع ذهب إليه فشلت فشلت ذريع أنه عليه أنه يغير سياسيته ومشتري إسلامين وغير إسلاميين وهذا لا ينكروا علي أحد لكن من عام 2014 أصبح الرهان مش يكونوا في السجن هل ترى يأخذوا دفة الحكم أو تنفسهم عليها إذا كان واحد بيش يسندهم بيش يمشيوا لدفة الحكم يلزم يكون مقتنعة بمشروعهم وإذا كان عنده مشروع مغاير متنجم تكون العلاقة كان المنافسة والديمقراطية لا تقوم إلا على التنافس بين المشاريع المختلفة وتحكيم الناس من أجل اختيارها فمن يقلق من تشكل قطب موازن ومنافس لحركة النهضة من أجل الحكم وتوجيه البلاد فهو إنسان مستوى الديمقراطي تحت السفر تحت السفر يريد تفهمات مستوى الديمقراطي تحت السفر خلنا نكون واضح مستوى الديمقراطي تحت السفر ها هو من يكون فلان أو علان لا يقبل بمبدأ التوازن والتنافس في المؤسسات الشرعية من أجل قيادة البلاد وتوجيهها في توجيه في اتجاه يرتضيه التوانس فهو غير ديمقراطي ومن يعيب على من يريد أن يبني شروط التنافس بخلق قوى متوازنة فهو أيضا غير ديمقراطي أو متدرب ومتعلم وفي السنة أسيدين قولوا الأولى من الديمقراطية كنتو تشاهد نواة لحزب جديد الوحدة الوطنية مثلا هذا أمر يهمهم ما شورونيش فيه وما عنديش فيه رأي شوف أنا بالنسبة لي الشعب التونسي تخلف الانتخابات عام 2011 واختار واختار فريق للحكم في انتخابات 2014 عاقبه وأغلبية من التوانس اختارت الفريق الحالي مع كل أسف البناء اللي ارتكز عليه البناء الحالي انهار المطروح هو الغالبية بتاع التوانس اللي سندوا المشروع الديمقراطي التحروري شكرا لابد من أعطاهم إطار سياسي وراء السياسي بشي واصلوا العمل الشيطات الديمقراطي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة